السلام عليكم اخوتي 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 كديري لابس عليكم بخير كديري مع صحة امركم مزيان تمنكم يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم ما معي في هذا الفيديو هاد الفيديو اخوتي غدين هضرو على الطالق والخرجة اللي خرج البارح وكنت حتيت معكم الفيديو وقلت لكم اشنو قال يعني اخوتي هنا كان هو قال واحد بعض النقاط هنا هاد الفيديو هادا اللي غدين هضرو عليهم وغدي نوضحو بزاف ديال الحويج بزاف اخوتي ديال الحويج خليكم معي ما تمشو فين فضلا وليس امرا وما سبخلو جالية باللايكات ديالكم اللي بغيت نقول لكم اخوتي هاد طالق هذا اللي قال لك كان عاطي لسو مية اربعة ديال المليون قال لك بجدير صالون صدقتي هي قال لك مش هاد جوجات واللي ما تفهمش لي اخوتي هو قال لك هاد شي كامل ديال ديال سومية ديال باش تدير دار باش تدير دار لواليديها بغيت غين اعرف اخوتي واش سومية والديها عاد بنت لها هي غدين لهم دار واش هاد سومية ما بنتش لي هاد ديال والديها دار منش حال هادي من بعد ما طلقت من هاد طالق وقبل ما تجوج به هاد 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 زوج ديالها اللي عنده المرة اللولة كان جاها راجل كيمشي لبرة وكانت قالتها هي قاتلت جاني راجل وبغيت زوج بيها وبغيت ديها معاه لبرة ولكن من بعد قاتلك مساقوا هادو الاخبار جاوا عند هاد هكي جريوا وفضلت هي تزوج به PLAY هاد وما بغاتش مشي لبرة لوو كان أخوتي ديك الساعة تصومية ما عندها لقانات لا والو لو كان ديك ساعة اخوتي سومية بغات ديال والديها دار كانت غات مشي تعيش بره كانت عاد مشي لبرة وتضربتها مارا وتخدم وتجيب الوالديها وتصفت الوالديها وتصفت البنتها واش فهمتو ولكن هي فضلت هنا يعني سمية ديك ساعة ما عندها احتاش حاجة دب هاد دار هاد اخوتي غي يدخلوها في الخوطات واشتو هاد الخرجة هاد اخوتي ديل الطالق في بزاف تحواج لي ما وضحهمش لينا يعني من اللي هو خارج وكيقول اعطيتها اربعات المليون وقال لك وهاد شي كامل اللي كيهدر عليه والتانازول وهاد شي ديال اللي بنت والدعوات وهدي يعني خصو يخرج بهادوك الوطائق اللي عندو ويأكد لينا ويقول لنا هاد دليل فهمتو خصو يقول هاد دليل وحنا ما زال كانت سنة وثومية تخرج كانت سنة وثومية تخرج وتصحح وتوضح لي نحنا توضح للمتابعين ديولها هاد شي هذا اللي واقع لحقاش اخوتي هاد شي اللي واقع ما كيدخلش الرأس نهائيا مهم الناس ولا المتابعين اخوتي اللي كانوا كيتناو كانوا كيتناو الزوج الثاني يعني دبعا مقارقون لكم اخوتي الطالق والزوج الثاني باش يلا تفهموا كانوا كيتناو اخوتي الخرجة يخرج الزوج الثاني مهمتو؟ كانوا كيتناو الزوج الثاني يخرج باش يوضح باش يقول هاد شي اللي تقالع لينا كدوب وهاد شي اللي خرجت بها تسيدرة ما كيينش وهاش نوقع هاش نوقع والاختانة هاش نوقع فيها هاش نوقع فيها كان يخرج ويقول لا احنا شفنا الطالق اللي يخرج والطالق واحد الكلمة اللي قيلها هي قال لك اخوتي هو عنده علاقة عنده علاقة مع الزوج الثاني ديال السومية عندهم علاقة مع بعضياتهم في العود اللي اختي يخرج الزوج الثاني يدفع على راسه دفعوا الطالق سير انت انت عندك الجبهة اهدر وقل تعمتو انت اللي تهدر واشا عمركم اشتوشي طالق طلق المرة وغايهدر عليها بالزمين را ما يبقاش يحمل فيها الشعرة هادي را واضحة اخوتي ما يبقاش يحمل فيها الشعرة را هالي جاتفهم وغايقولها شتو هادي را باينة دبا والتي يقولها انتي كتقول لي ما كان صرفش على بنتي وادي وحنا عرفناك اخوي انت من اللي عزيز عليك بنتك وقلتي بنتك اه بنتك حتى واحد ما غادي يقلعها لك انتي ولكن اخوي علاش ما درتش المستحيل قود تابعتيها ولا قود ارتشي حاجة كتي تاخد بنتك انتي تاخد لها قاع الحضانة انت من اللي هي تزوجات كنت انت تاخد الحضانة وتشد البنت عندك لا ولكن انت كتقول مشيت لدارهم من سول على البنت لقيتها مشات لخريبقا وما لها فين مشات اخويا هرا خريبقا ها خريبقا فين مشات اخريبقا ما قداتش انت تمشي عند بنتك كتنح تيجي الزوج الثاني اللي اسلام ويجيب لك بنتك بلا خبار الام وماشي بنحقو بعدا هو يدير هاد الحواج باش تعرفو اخوتي اه الفعيل دي الناس كيفاش كي ملي كي باوي يتافقوا على شي واحد او يضموا شي واحد كيفاش كتبدا الخطة كيفاش كتبدا الخطة اما احتي الناس اللي يطيقوا هالطالق وهذا يعني كل واحد كي كل واحد كي تحتار من رأي دياله فهمتو؟ ولكن احنا هالطالق هذا بغينا يخرج لنا بشي وطائق وبالدليل يقول لك هاشنو كاين هاشنو كاين ميبقاش يعطينا غيل هادرة وواحد الحاجة اخوتي اللي كيعطيهم التحية والخرجة اللي خرج البارح في نفس الوقت خرجت الشريكة ديالسومية حطات فيديو وقلت ليكم اخوتي البارح راما وضحت والو شرحات حتى شي حاجة يعني كاين المدافع اللي غادي يشرح ويوضح را هادوك الناس مزيانين همتي؟ را قالا قالك هادوك الناس مزيانين والله عمارها ضار وهادي كنت كينا اللي ولدت معاك البنت انت اصلا دابك وكنت انت كتحتارم بنتك وكتقدر بنتك وكما كتقول عزيزة عليك بنتك ما كنتيش تخرج وتبقى تسدير فمها هاد الحالة ودير فالطاليقها ديالك هاد الحالة هادي مني انت كتقول بنتي وعزيزة عليك بنتك حلا فين كنتيش حال هاد يا اخويا هاد هي هاد هي هاد سياد هاد سياد خرج في هاد الوقت هاد اللي سومية عندها مشكيل هاد هي المباش تفهم لي خرج في الوقت اللي سومية عندها مشكيل مع شريكتها وعندها مع الزوج دياله خرج هو وباللينا يالله فين كتش حال مني كتقول ستتصور لي يا بنتي وبنتك وبنتك را كانوا كيصوروها كاملين را كانوا كيصور كتتصور مع ذاك الزوج اللي قلتين تاودوا را كانوا كاملين داين قانته اخويا را كانوا كاملين داين قانته وقلهم كانوا كيصورو وقلهم عندك الارباح كانوا كيتتقسم را قالتها سومية على فين كنتي انتش حالها هادي ديك الساعات من اللي عرفتي بنتك كيصوروها لك كنتي ديك الساعات نود تهضر هادي الساعات عندك الحق تخرج هادي الساعات عندك ما تقول ولكن باش تخلي انت حتى الهادي المشكيل هاد وهات نود انت تبدأ تدخل عندها بالقناوات وتكتب ليهم را غاندير غاندير والقناة اخوتي را يلا دايرها جديدة را مشيشي قانات القديمة قانات يلا فاتحة جديدة وحاطفة بعض الفيديوهات اللي قصار وواحد الفيديوهات اللي طوال اللي بدك يحط ما زال عنده ما يقول عنده ما يعطي عنده ما يضبنت بغيت تبقى التاجر في هات الشي انت براسك بغيت طلع قناتك بهات المشاكيل ديال سومية يعني راح نشفناها وخال الناس را بقول شي ولا ضد سومية ولكن الحقيقة غتبان الحقيقة اخوتي غتبان احنا را دائما نقولوا احنا را ما ضد الطرف الاخر ولا ضد طالق ولا ضد سومية احنا مع الحق احنا مع الحق وهاديك السيدة بينها مضلومة يعني ما يمكنش الواحدة اخوتي باش تجي قدام الكاميرا وتزلكم المصحف وتقلس تحلف فيه يعني السيدة ذاك الشي اللي واقع لا را هاشنو هاشنو را بالصح واشنو دايز عليا واشنو ما يمكنش اخوتي باش جيات السيدة دي تبقى تهز ذاك المصحف ديال كتاب الله وتبدأ تحلف فيه يعني احنا معا سومية اخوتي و باش تجمع معولداتها و الى كان قول ربما اخوتي ربما الى كان هات الشي اللي قول الطالق ديالها صحيح و فعلا هات الشي اللي قال فعلا في سومية و هادو كالناس مزيانين و ما داروا لاوالو يعني هاد الخطة كانت مدروسة من سومية باش تخرج من الدار ديال الزوج ديالها عمتو؟ كانت الخطة مدروسة من عند سومية باش تخرج من عند الزوج دياله و ديس عيش في دارهم هادي سنقول لكم اخوتي ربما هادو كشي اللي تيقول اه طالق ديالها الى كان صحيح يعني هنا سومية ما كتستحقش ندافعوا لها قاعد ناس ديبا اللي واقفين معها يعني الى كان فعلا هات الشي في سومية ما كتستحق سومية اللي ولكن حاليا اخوتي من حد ما باي اللي نتح حاجة هاديك سيدة اه كتخرج و كتخرج بديك الحالة دوك الناس اللي خاصهم يخرجوا و يوضحوا و ما كيوضحوش قاشنو خرج الطالق هو اللي خرج يعني اخوتي بكل هات الشي كامل هادا الخطة مدروسة سومية الخطة مدروسة سومية يعني هو روضح عنده علاقة مع السياد و كيعرفوه و كان كيجيب ليه البنت تخبيه على سومية و كل شي و كيعطي التحية لشريكة سومية يعني اللي بغيت نقول هاداك الزوج الثاني يعني هو كو كان يحتارم سومية ما كانش يخلي هاد الزوج هادا ما زال يطلع ولا يهضر على مرتو بديك الطريقة ولا يهضر مع مرتو بدك الاسلوب يخرج بالفيديوهات التي يقول لها ذاك الشي اللي دووزتي عليها كالدووزي عليهم كينا اخويا الشي مرة اللي كتهرب من دار العرس احنا كاملين عيالات و كان عارفو بعد الرجال نشتي بعد الرجال كل مرة و كيفاشرب يعطيها الراجل دياله كينين ولد الناس اللي كيقدروا المرة كيحتارموها كيعطيوها القيمة و كين اللي ما كيحتارمش المرة و كيبغيدرها تحت الصباط و الراي الكلمة اللي قالها هي اللي تكون و الكلمة دياله هي زيد ناقص همتو؟ يعني دا بنتا كل قد سومية العيشها معاك و ذاك الشي اللي بغات يعني ما يمكنش تشرب من عندك وتخرج ببنتها سومية كانت بغات واحد العائلة اللي تتلقى فيها الحب والحنان وتلقى فيها تعيش بكارانتها ما تعيش مدلولة هات الشي اللي بغات سومية أمسي يعني باش انت تخرج لنا في هاد اللحظة اللي سومية عند المشكل كان اخوتي واحد المشكل كانت واحد دائرة اللي هي صغيرة كانت واحد دائرة اللي صغيرة كانت سومية عند المشكل ما بين زوج ديالها و شريكتها لابا هالدائرة اخوتي ولا تكتكبر ما عرفتش انا واش بغاوي يغطيو على الطرف اللاخر باش القادية تطمس من جهة القانوات ما يبقوش يهضروا على الطرف اللاخر و يخرج الطالق في هاد الوقت هذا و يولي وهضروا الناس هات الشي اللي باين اخوتي بلا ما بقانوون يغطيو الشمش بالغربان باش الناس يولي غير في الطالق و سومية طالق و سومية يعني باش الاخرين ما خرجوش ما هضروش يعني ذاك الشي يتغطى و يتضمس ما لحد الان اخوتي ما زال قادية غامضة يعني احنا كنت منا و من سومية هي اللي تخرجو وتوضح حيث بزفنا الناس اللي دايلين على دابا افلام هما افلام هلتي يقول لك خسنا نقلبو على مختافون غابت 48 ساعة ما بقاتش حطات ما بقاتش بانت اي دا القادية بالصح اي دا القادية هكا شوف الغيب تا واحد ما كيعلم بالغيب كما كان قولوا والله لم شكلية من سالي الغيب معه حجته معه و لما عب حلاكة و يما اخوتي تا واحد ما يحكم على شوات كل واحده ضروفه كل واحد علم بيع الله فهمتوا السيدة احنا عرافنا ها و تانية غادي نقول لكم على احساب داك الفيديو اللي تحط اخوتي ديال اللي اختانة بزاف الناس اللي قال لك لا وارا داك الفيديو قديم و داك الفيديو ديال شهر عشر اه ولكن صراحة هاد الغلط دارت سوميا كانت سوميا اه تشرح في الفيديو ديالها واحد شوية في مقدمة و تقول للناس هاد الفيديو را كان اه في الوقت اللي تختنوا اللي في الشهر الفلان فلانين في التاريخ هادي هادك النهار انا صورت لكم هاد الفيديو هذا و انا غا نحطه لكم و هتبعد شوفه كانوا الناس غادي يفهمو و كانوا الناس ما غاديش يخرجوا و يبقوا يهضرو بهكا ولكن اخوتي هنا القادية رام دروسة و باينة اه على سوميا يعني كل شي تقلب ضد سوميا ولكن هنا الطالق دياله كنقول لك اخويا اه خرج لنا هكا بالوطائق اعطينا الدليل باش نشوفه انتانية هاد الفيديو كتقول بلا متقات عطين للناس بلا 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 و كتقول عندك اه هذا اه لا عندك الحق انت معك را غا تاخد حقك والحق الى كان مع الطرف الاخر غادي ياخده و الى كان الحق مع السوميا غادي ياخده انا اخوتي كنقول لكم القادية ما زال غا تكبر الشي القادية ما زال غا تكبر و ما غاديش تتحد